السلام عليكم اليوم كان مشروع جديد مشروع غازي جديد راح قيد تحضير من طرف الحكومة الإسبانية وهذا اقتراح جديد يعني أمام دهشة المخزن المغربي إسبانيا تتجه مجددا نحو الجزائر باقتراح تقترح مشروع جديد مسمى بميد كات وهذا المشروع تقترح في إسبانيا يعني درت زيارة مؤخرا زيارة سرية إلى الجزائر وتريد وتوليح على يعني على ضرورية هذا المشروع الجديد الإسباني يعني بمبادرة من إسبانيا حيث أن إسبانيا تقترح أن تكون منطقة عبور للغاز الجزائري وتلح على الغاز الجزائري لش الغاز يعني مشروع منفاصل على المشروع النايجيري الجزائري هذا المشروع الجديد إسبانيا تقترح على الجزائر حيث أن تكون معبر للغاز نحو ألمانيا وكذلك نحو دول الشمالية الغربية لأوروبا وهنا نشوف نقرأ غاز دي أرخيليا ألمانيا يعني غاز الجزائر باتجاه ألمانيا في بارباريا هنا إذن ونشوف هنا كذلك في التلفزيون الإسباني حصة تلفزيون إسباني يوضح غاز دي أرخيليا ألمانيا يعني كيف يعني يصدروا الغاز الجزائري باتجاه ألمانيا إلى بيرلين عبر إسبانيا وهذا المشروع كذلك يريدون الإسباني أن يكون نقطة يعني نقطة مشروع هام جدا حيث أنه يقتارحون يقتارحون عدة دول جاية في جهة الغربية لأوروبا كفلندا وسويد سويد وليطونيا وإسطونيا وليطونيا وبولونيا وجميلة التشيك وكل هذه الدول يريدون أن يمويلونها بالغاز الجزائري عبر هذا الخط الجديد يسمى ميت كات إذن هذا مشروع جديد تريد إسبانيا أن تقتارحوه للجزائر وللعلم أنه الإسباني يقولوا يقولوا هذا جامل عندهم أنه هذا المشروع راه في طريق التجسيد هنا نشوف الغازو دي كوتو لميت كات آفونزا يعني الغاز هذا المشروع عن تعلغاز الغاز تعلغازو دي كهذا المتجه يعني الجديد ميت كات بيسموه ميت كات آفونزا معنى الافونس راه يمشي هذا إذن كل ما جاء في هذا التقرير لتليفزيون إسباني وحسب ما جاء في الحصة هذه في الإسبانيا يقولوا يعني للحكومة الجزائرية قد أعطت موافقتها المبدئية عن هذا المشروع إذن المشروع هذا سوف يكون فيه تسارع لتجسيد هذا المشروع بسبب الأزمة الخانقة للغاز اللي راهي في أوروبا وكذلك الآن بسبب السياسة التوجهات الروسية في هذا المجال إذن ما بقى شفقة في الغاز الروسي إذن كل التوجهات الأوروبية متوجهة والآمال متوجهة نحو الجزائر خاصة أنه المشروع نتع الغاز نتع نيجيريا قد يكون مكمل لهذا المشروع لأن نيجيريا التوصيل تع الغاز يكون من نيجيريا نحو يعني المركز تع الجزائر في الصحراء ثم من الصحراء يكون فيها توزيع من الجهة الشرقية نحو إيطاليا ويكون كذلك المشروع هذا من الجهة الغربية سوف يتعزز بامتدادات جديدة نحو ألمانيا عبر فرنسا وألمانيا ودول غرب أوروبا كما قلنا إذن إن شاء الله يكون في آخر والسلام عليكم